تستمر معاناة المواطنين في جزيرة سقطرة من جراء غياب مادة الغاز المنزلي نتيجة توقف توريدها إلى الأرخبيل فسكان الأرخبيل يشكون من الغياب المفتعل لمادة الغاز والكهرباء وانعدام المشتقات النفطية والمواد الغذائية من أسواق سقطرة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الانتقالي وما ضعف معاناة المواطنين في الأرخبيل ارتفاع سعر مادة الغاز المنزلي في الأسواق السوداء بسبب غياب الرقابة الرسمية والمحطات الحكومية بعد توقف المتعهد المحلي عن التصدير إلى الجزيرة الأمر الذي أدى إلى انتشار السوق السوداء مصادر محلية كشفت توقف شركة العيسي عن توريد الغاز منذ العام 2014 إلى الجزيرة حيث شهد الأرخبيل أزمة خانقة في غاز الطهو المنزلي أدت إلى بيع الغاز بأسعار لا يقوى المواطن على دفعها يؤكد المواطنون أن انعدام الغاز يرجع لأسباب تتعلق بفساد الحكومة وسيطرة الشركات الإماراتية على قطاع الغاز ورفع أسعار استوانة الغاز إلى مستوى يفوق قدرة المواطن في ظل أزمات خانقة تلاحق سكان الجزيرة السلطة المحلية وهي الجهة التي تسيطر على الجزيرة يتهمها السكان بالتسبب في الأزمة ورض التوقيع على وثيقة لتعيين مندوبين بدلاً عن العيسي بأسعار تناسب أوضاع المواطنين المغلوب على أمرهم ناشطون يمنيون وسقطريون أطلقوا تحذيرات من توسع الاحتطاب الجائر في الأرخبيل بسبب غياب مادة الغاز المنزلي وهو ما قد يؤثر سلباً على التنوع الحيوي الفريد في الجزيرة المصنفة كأحد مواقع التراث العالمي تظل إذن أزمة غياب الغاز أزمة تتجدد بين الحين والآخر ويتجرعها المواطنون في سقطره في ظل عدم المبالاة من قبل المجلس الانتقالي والصمت المطبق من الحكومة التي لا تحرك ساكناً إذا انتهاكات الإمارات وميليشياتها للسيادة اليمنية في المتحدة ترجمة نانسي قنقر